شرف لينا أن احنا أستاذ الشعاعات العربي كان منوارنا هنا في سباعة الخير يا مصر وشرف لينا أن احنا حاولنا نوصله كم الحب والدعم من كل الناس اللي بتحبه وشوفنا كل يمكن ناس كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت يعني زعلانة جدا أنها مش هتسمع الصوت ده تاني عبر أثير المذيع خلال الأيام والسنين اللي جاية زي ما تعودنا على مدار 35 سنة وشرف لينا وصعداء أكتر كمان يا شازلي أنه تم الاستجابة لينا والكل مواجبين أستاذ الشعاعات العربي طبعا حاجة تفرح وحاجة تسعد أن احنا نفضل نسمع صوت الأستاذ الشعاعات بالمناسبة وجوده بيريح يعني ليه عامل نفسي كده مريح أنت لما بتسمعه بترتاح بتفتكر مثلا أيام زمان وناس كتير عايشة معايا وناس كتير كتبت بنسمع كلمة تسابيح بصوت الأستاذ الشعاعات العربي دي لوحدها كفاية هو لما كان معنا وكان بيتكلم كمان عن طبيعة عمله في الإزاع خلال السنين اللي فاتت وبيتكلم زي كان كل برنامج ليه طبيعة خاصة برنامج مواقف إسلامية لاستمر لمدة 15 سنة برنامج طبعا كل البرامج اللي قدمها قطوف من حدائق الإيمان لما قال بنقدمها بيكون بالليل فبيحتاج الصوت مش محتاج نيرف بيحتاج مش عارف إيه يعني كل تفصيلة هو الرجل كان مهتم وهو قال جملة مفيدة جدا ومهمة جدا هل جزاءه الإحساني للإحسان رجل أخلص في عمله فدي نتيجة إخلاصه في عمله حب الناس اللي احنا شفناه على سوشيال ميديا ايا كان شكل التعامل مع إزاعة القرآن الكريم ما بينها وبين أستاذ الشحاته خلال الفترة اللي جاية ايا كان شكل التعامل احنا يهمنا في النهاية أن احنا نسمع صوت الرجل ده في الإزاعة بس فكل الشكر طبعا لأستاذ القائمين على الإزاعة القرآن الكريم والإزاعة المصرية بشكل عام طبعا بكل تأكيد